ورجعنا لكم مشاهدين الكرام وأكيدا مثلك المرة رح يكون معنا ضيف والمرة ضيف رح يكون مقدم كارزان أميل متحدث الرسمي لإشارة وتقليم كردستان فأهلا وسهلا بك مقدم كارزان شرفتنا وكل عام أنت بخير نوروس سعيد أهلا وسهلا بك أستاذ كارزان أهلا وسهلا كلها نبارك الشعب الكردي بخدوم عيد نوروس رأس السنة الكردية إن شاء الله يكون سنة فرحة وسنة سعادة واستقرار الأمن في جميع أجزاء إقليم كردستان والشعب الكردي بصورة عامة نعم مقدم كارزان أنتم في هذه الأيام مجغولين ومثل ما بتعرف أنه بهذه الأيام بثير من الناس مثلا بتصير معهم إهمال أو مثلا بتصير مشاكل ببعض المناطق بإقليم كردستان ولكن كيف بتوفروا الأمن والأمان للمواطنين فكيف تصير الأمور معكم مثل هذا اليوم تمام إحنا كوزارة الداخلية بالذات مديرية شرطة العامة لإقليم لأي مناسبة خاصة يكون أثناء خطط لهذه المناسبة خلينا نحكي اليوم عن خطط نوروس الخطة الأمنية الموضوعة من قبل مديرية الشرطة العامة ومديرية شرطة المحافظة والإدارات المستقلة يكون كل منتسبي وزارة الداخلية في انذار من أول يوم نوروس لحد ما يخلص احتفالات نوروس يكون كل أفراد قوى الأمن الداخلي في انذار تعم ويكون قواتنا بالتعاون مع مديرية الأسايش مع وزارة البيشمرقة في التنسيق بناتنا حتى نحاول أن نقلل من المشاكل والحوادث التي تصير في هذه الفترة خصوصا في عياد نوروس لأننا نعرف أن كل الناس توجه إلى خارج المدينة من بداية أدار أنتم تهتموا بهذا الموضوع ولا من شهر الأشباط لا نحن من بداية أدار قبل ما يجي أي نوروس نحن نخلي خطط كل محافظة وكل إدارة مستقلة يخلي خطط أمنية كيف يكون خططه أو واجباته اليومية أثناء فترة نوروس وحتى نحن نعرف أنه بعد يوم يجي شهر ربضان حتى نخلين خطط مسبقة وخصوصا مناسبتين مناسبتين تقريبا بفترة قصيرة وخلين خطط أمنية لعيد نوروس وخطط أمنية لشهر رمضان كامل ونحن نعرف أنه في الليالي شهر رمضان كل الناس بيطلع بمرات بيصير مشاكل مثلا مرات يصير في حوادث مرات يكون مشتبهين نحن نحاول كقوة أمن الداخلي خصوصا في أعياد نوروس وفي شهر رمضان نحاول مراقبة المشتبهين لأنه يحاولون استغلال هذه الأعياد أو هذه الطلعات الليلية أو الطلعات النهار اللي بيطلعون الناس لخارج المدن أنه يستغلون لسرقة الأموال طيب مقدم كارزان مادم نحن نتكلم على الأمن والأمان وخاصة الاحتفالات الموجودة بشهر أذار مثل ما تعرف بكثرة يعني أنتم شلون نشوفون التعاون المواطنين مع تعليمات جهاز الشرطة أهلا الحمد لله وشكر المواطنين ملتزمين بالقوانين اللي يخلون الوزارة الداخلية التزاما كاملا ولكن في أشخاص يحاولون الخروج عن القانون في أشخاص يحاولون يستغلون مثل ما قلت يستغلون هذه الأعياد كيف تتعاملون إياهم إنتم؟ نحن مثل ما قلت دائما نخلين خطط أمنية كل جهاز أمني له مسؤولية الحفاظ مثلا عندنا قوات النجدة مسؤولية الحفاظ على الأمن داخل المدن قوات الطوارئ يكون واجباتهم التعاون مع شرطة شرطة مثلا دائر ما دائر أربيل أو المحافظات أو النواحي يكون واجبهم الحماية السواحي اللي يطلعون خارج المدن أو خارج المحافظات فنحن كل جهاز أمني له واجب خاص واجباتهم هم مراقبة الناس أو المشتبهين اللي يحاولون الاستغلال يشوهون الصورة أو يشوهون الصورة أو يحاولون إزعاج المواطنين اللي يطلعون لقضاء إعياد نوروس وقضاء مع عائلاتهم خارج المدن أو في مرات في عدنى أشخاص يحاولون مثل ما قبل سنوات كانوا يحاولون يستغلال هذا الفرصة للقيام بأعمال السرقة في المحلات أو في الدور السكنية خاصة في المجمعات اللي يكون فيها الناس يعني صايرة هي الشغلات في السنوات الماضية؟ في السنوات الماضية احنا بنحك يقول خلي نقول عبل عشر تسع سنوات كان الناس يحاولون أنه استغلال يستغلون هذا الفرصة أنه كل الناس تطلع من بيوتهم على لقضاء عياد نوروس فهم يحاولون سرقة السيارات الأموال الموجودة في البيت ولكن في هذه الفترة الأخيرة خلي نقول من هذه السبع سنوات الأخيرة تم السيطرة على هذه الظاهرة فإن القوات الأمنية الموجودة في المحافظات والإدارات المستقلة يكون لهم دوريات والتجوال تام دائر ما دائر اليوم لحتى ما يخلص هذه المناسبة وكون دورياتهم عن طريق المشي مشات وزي المدني وزي الأسكري وكذلك التجوال بالسيارات صحيح واني جات للدوام شفت هذا الشيء بالشوارع طيب مقدم كارزان نحن نعرف أنه خروج المواطني بهذه الكثرة من الأعداد والسيارات وأيضا ليس فقط في أقليم كردستان يخرجون في هذه اليوم السعيد ولكن حتى السواح من خارج أقليم كردستان من باقي محافظات العراق وأيضا خارج العراق يأتون في هذا اليوم المبأة العظيم ولكن كيف يجعل التوفير الراحة لهم حتى هنا كمان ما يحسوا بمسألة صعبة وانت بتعرف يعني ازدحام السيارات مؤليل بهذا اليوم كيف فيكن تسيطر على هذا نحن كمدينية الشرطة العامة في عندنا تنسيق مع مدينة المرور العامة لأن يكون هذه التنسيق تنظيم السيارات يكون عن طريق شرطة المرور فهذا التنسيق بين الشرطة المحلية وشرطة المرور يكون خاصة في العياد الربيعة خاصة مثلا احنا نقول مو بس اليوم هذا اليومين اللي عندنا روس لأن احنا قدامنا ربيع يكون الناس كل جمعة أو كل خميس يقطعون لقضاء للراحة النفسية أو في الناس يجون من المحافظات فاحنا كوزارة داخلية عدنا مفارس مشتركة مثل ما قلت قوات الطوارئ هو شغلهم الرئيسي واجبهم الرئيسي حماية المواطنين وامتابعة المشتبهين اللي يقومون بإزعاج الناس في الأماكن السياحية وخاصة جعل مفارس مشتركة بين شرطة المرور وشرطة المحلية حتى يتم محاسبة الأشخاص اللي يحاولون إزعاج الناس وكذلك استعمال المواد الكحولية في هذه العياد بالذات ويقومون بسياراتهم بحركات وإزعاج الناس وكذلك منع الدراجات النارية من إزعاج الناس وكذلك حالي خلال نقول 95% أنتوا مسيطرين على الأمان أكيد وكذلك محاولة معاقبة المحلات اللي يحاولون بيع الألعاب النارية وخاصة الألعاب النارية اللي يستعملون الأطفال لأن شفنا قبل كم سنة صارت جرحة من هذه الألعاب النارية وكل نوروز نحن نطلع قرار أنه ممنوع بهذه الألعاب النارية هذه كتوعية لنا حتى وحتى طيب سيد كارزاني حتى بالطبيعة كمان ممنوع الألعاب النارية أكيد وخاصة لأنه ليش نطلع هذا القرار لحتى ما تصير مثلا مشاكل أو شعال النار بطبيعة حتى أنهم يحاولون لأنه حتى مثلا حرق الطائرات حرق الطائرات السيارات في المحلات هم يتابعهم من قبل شرطة النجدة ممنوع أي واحد يحاول حرق أي شيء داخل المدينة لأنه يأدو إلى تلوث البيئة وكذلك هذا الأمر غير مسموح به في أي مكان والألعاب النارية أكيد يلوث الطبيعة يأدي إلى جرحة الأطفال الأطفال الأعمارهم أقل من 12 سنة لا يعرفون أنه ما يستخدمون هذه الألعاب النارية يجيزهم ما يوجهون هذا الألعاب النارية للشخص كما صارت في قبل كم سنة كانوا يوجهون الألعاب النارية لبعض وكان عدنا جرحة في هذه الأعياد الأسفل نحن نعرف أن أنت عندك ارتباطات مقدم كارزان لكن قبل أن أختم لقائي وياك أريد أن أعرف تجاوب الساحين والوافدين الذين يجعون إلى أقليم كردستان خاصة بهتش مناسبات كيف هوية تعليماتكم؟ نحن تعليماتنا لكل المواطنين حتى وجهنا أنه كل المواطنين يلتزمون بالقوانين المرور يلتزمون بأنه هما ما يتجاوزون ما يتجاوزون صلاحياتهم حتى المحلات الموجودة في أربيل إحنا بلقناهم أنه ما يتجاوزون حدودهم لأنه هذه العياد تعرف أن كل قوى أمن الداخلي في واجب تام وهم في مفارز مشتركة والتجوال تام في كل المحافظات وفي كل المحلات وفي كل مكان نحن نبلغ المواطنين أنه يحاولوا أنه يساعدوا قوات أمن الداخلية للحفاظ على أمن واستقرار إقليم كردستان وإذا شافوا أو حسوا بأنه أي شخص يحاول إزعاشهم أو يحاول التخلقل في استقرار الأمن الإقليم أنه إرقام تلفوناتنا موجودة إرقام تلفونات الشرطة الأسائج موجودة عندهم أنه يحكوا أو بأقرب فرصة بأسرع وقت أنه يحاولوا الاتصال بهذه الأرقام حتى نحاول السيطرة على الوضع هذا غير أنه هم لازم يقدرون التعب اللي أنتوا فيه بذلك اليوم المقدم كارزانة من المتحدث الرسمي لشرطة أقليم كردستان كانت الضيف عزيز ويانا شكرا جزيلا إلك وكل عام أنت بخير من جديد شكرا جزيلا إلك شكرا أيضا لتواجدك ونصرحك المحمل اليوم أهلا وسهلا بك شكرا للمشاهدة